متابعة أكثر عبر الهاتف الأستاذة سوسن حسن مدير تحرير مجلة أكتوبر أستاذة سوسن تحياتي لحضرتك تحية لكي سوسن أبو حسين وليس لحسن عفوا يا فندم سوسن أبو حسين أهلا بحضرتك يا فندم وتحياتي لحضرتك أهلا بك يا فندم يعني التعامل مع هذا الملف كيف تقرأي الجهود اللي تمت في السنوات الأخيرة لتفادي العنف ضد المرأة في الحقيقة فيه جهود كبيرة جدا أنا ما أعتبرت أن العام هو الاحتفال بمنى العنف ضد المرأة وإنما هو تجاوزنا ما بعد الاحتفال أن نعيش على أرض الواقع أن المرأة المصرية لها جزرها الضاربة في التاريخ لها دور كبير في تربية وتنسئة الأجيال وبالتالي هي حسن الأمن والأمان لحماية المجتمع من أي ظواهر تلبية وبالتالي صحيح أن نرى حاليا في مجتمعنا ظواهر غريبة أخذها بعض الشباب من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لكن المرأة المصرية بالتحديد أراها هي الحسن الذي يمنع الأجيال الجديدة الشابة من الانسياق وراء هذه الخرافات والأسياق التي نسقطها جميعا هل حضرتك بتجد أن في منظومة قوانين طرحت أو حتى نفذت لا تفادي العنف لتوقيع العقوبة بشكل أسرع؟ في تجدير جملة القوانين الموجودة في مصر كفيلة لحماية المجتمع من جميع أنواع العنف وظواهره ولكن أنا أرى أن القانون الأهم هو ما تقوم به المرأة المصرية من صد هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا يعني أرى أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس مش في المجتمع المرأة المصرية عليها دور كبير لأنها هي الأم وهي الأخط وهي التي تربي الأجيال سباب وشكبات وهي التي تدافع عن جميع حقوق المجتمع وبالتالي أنا أرى أن المرأة المصرية الوعية الأصيلة حتى لو تكن نالت إلى قدر بسيط أو من التعليم فهي قادرة بالفعل على إنشاء أجيال قادرة على حماية الوطن من كل ما يتعرض له من مقاطر وظواهر اجتماعية دخيلة على مجتمعنا بحكم المتغيرات الاجتماعية والبيئة التي نعيش فيها حاليا شكرك شكرا جزيلا لتصدى ساوسن أبو حسين مدير تحرير مجالة أكتوبر شكرا لك